موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى نشرة أخبار العاشرة من تلفزيون سلطنة عمان أهلا بكم وفي أبرزي عنوينها بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم إطلاق البرنامج الوطني لإعداد رؤساء تنفيذين بمستوى عالمي موسيقى مجلس الدولة يرفع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المحال من مجلس الوزراء إلى المقام السامي موسيقى طهران تقول إنها توصلت لتوافق بنسبة تسعين في المئة مع الولايات المتحدة في محادثاتهم النووية بسويسرا موسيقى الناخبون الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وسط منافسة قوية من تيار الوسط المعارض موسيقى حياكم الله بمباركة سامية ميلاد جلالة السلطان المعظم حفظه الله أطلق البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين والذي يمثل مبادرة وطنية استراتيجية لتطوير القدرات في القطاع الخاص من خلال إعداد رؤساء تنفيذيين عمانيين بمستوى عالمي البرنامج يهدف إلى تحسين مهارات القيادة للجيل الجديد من الرؤساء التنفيذيين العمانيين من خلال المحتوى النظري والمشاريع التطبيقية بالإضافة إلى محاكاة تجارب جديدة للريادة في قطاع الأعمال أو على المستوى المؤسسي أو الريادة الشخصية تجربة تعليمية استثنائية يقدمها البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص الذي أطلق بمباركة سامية من لدن حضرت صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه البرنامج يهدف إلى رفض القطاع الخاص بكفاءات قيادية عمانية تكون مؤهلة تأهيلا عالميا بغية تعزيز آداء القطاع الخاص وتمكينه للمشاركة بفعالية أكبر في تنمية الاقتصاد العمانية يستند البرنامج الوطني إلى ثلاث منهجيات رئيسية أولها إقامة برنامج تعليمي لمدة 12 شهرا يتضمن ست وحدات تدريبية تغطي أحدث الأفكار والبحوث المرتبطة بالقيادة وتعزيز القدرات يتخللها جوانب عملية في الإرشاد المهني الفردي والجماعي وثانيها تطبيق المحتوى التعليمي الذي يركز على الجانب العملي لتطوير مشاريع مقترحة ذات أبعاد استراتيجية للسلطنة وثالثها تأسيس منصة يستطيع من خلالها المعنيون بهذا البرنامج وغيرهم في استمرار تبادل الأفكار والآراء لما من شأنه تطوير هذا القطاع الواعد وسيشرع البرنامج في استقبال طلبات الترشح للدفعة الأولى والتي تتكون من 30 مشاركا من القطاع الخاص اعتبارا من السابع عشر من مارس الجاري وحتى الحادي عشر من إبريل المقبل وتم تصميم عملية الاختيار لتكون شفافة وعادلة وتمر بمراحل عدة منها الفرز الأولي من خلال التحقق من استفاء الشروط مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني قبل دعوة المتأهلين لإجراء مقابلة مع لجنة من الخبراء لتقييم كفاءاتهم تطور البرنامج الوطني عبر الشراكة الاستراتيجية مع المعهد الدولي لتطوير الإدارة بسويسرا والذي يصنف ضمن أرقى المعاهد عالميا بمجال إدارة الأعمال وشركة ماكينزي أند كومباني الرائدة عالميا في مجال الاستشارات الإدارية من أجل تزويد المشاركين بأحدث المهارات والقدرات والأفكار لتدعيم تنافسية القطاع الخاص وضمان نموه المستدام على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي رفع مجلس الدولة قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المحال من مجلس الوزراء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس من سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وشهدت جلسة مجلس الدولة خلال نعقادها اليوم مناقشات مستفيدة قبل الخروج بالصورة النهائية للقانون والأخذ بالملاحظات التي أبدأها أعضاء المجلس بالتنسيق مع مجلس الشورى ترأس الجلسة معاليد دكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة قبل مناقشة مشروع قانون التنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية في مجلس الدولة وقف عدد من الأعضاء في ميدان المهندسين لمعرفة ما يمكن تعديله في القانون المحال من مجلس الوزراء فجاء الإقرار من مجلس الدولة وتم رفعه إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم بعد وضعه بصورته النهائية في هذا القانون هو عبارة عن قانون جديد يعدل ما تم اعتماده سابقا في عام 1994 القانون هذا يتضمن 36 مادة من عدة فصول جميع هذه الفصول تغطي كل ما يهم المكاتب الاستشارية وكيفية تنظيمها وما هي مسؤولياتها طبعا القانون حسب ما هو متبع ذهب إلى مجلس الشورى ثم أتى الآن إلى مجلس الدولة من ال36 مادة هناك توافق بما أتى من الحكومة في 12 مادة وهناك كان هناك نقاش مستفيض لـ 24 مادة نقاشات مستفيضة لأعضاء مجلس الدولة في بعض من بنود القانون التي تمحورت في التعريفات لأنواع للسشارات والمكاتب الهندسية والسجل وشروط الترخيص والحقوق والواجبات والمخالفات والعقوبات هناك بعض تعديلات اخترحة على تعديل في المشروع القانون وللأفضل فلسنا مع مجموعة من مهندسين المعمريين بالذات وبعضهم من فرع من الجمعية المهندسين هم طلبوا مقابلتنا وفي منهم استشاريين في مسح الكميات وعلى خلفية القانون الذي يحتوي على 36 مادة كان تطبيقه في وقت سابق أدى إلى خروج العديد من المكاتب الوطنية والأجنبية من السوق المحلية لأسباب تعود إلى عدم رغبة العمانيين في ترك عملهم الرسمي وعدم رغبة المكاتب الأجنبية بالدخول في شراكات مع العمانيين أعضاء مجلس الدولة أكدوا من خلال النقاشات أن المرحلة الحالية تحتم تطوير عمل المكاتب الاستشارية الهندسية نظرا لما تشهده السلطنة من توسع وتسارع في البناء والإعمار فارس بن جمع الوهيبي من مجلس الدولة المرحلة القادمة ستشهد افتتاح وتنفيذ المزيد من المشاريع التي من شأنها تطوير قطاع النقل البري في السلطنة أكد ذلك مع الدكتور أحمد بن محمد الفتيسي وزير النقل والاتصالات وذلك خلال توقيع معاليه على 25 اتفاقية لقطاع النقل البري 25 اتفاقية أسندت أعمالها في قطاع النقل البري بتكلفة إجمالية تزيد عن 376 مليون ريال عماني شملت عددا من الطرق المزدوجة والمفردة وجسور وخدمات استشارية في طليعة الاتفاقيات تأتي الحزمة الثانية من طريق الباطنة السريع بطول حوالي 45 كيلو مترا وبقيمة تزيد عن 142 مليون ريال عماني وازدواجية طريق بركا نخل بطول 37.5 كيلو متر وطرق خدمية بطول 27 كيلو مترا وبتكلفة قاربة 65 مليون ريال عماني الاتفاقية الثالثة والخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع طريق عبري ينقل بتكلفة أكثر من 42 مليون ريال عماني وتشمل ازدواجية الطريق من عبري إلى ينقل بطول 34 كيلو متر وازدواجية وصل الطريق ينقل وتأهيل طريق الدريز بات وتأهيل طريق هجيرمات مقنيات وتأهيل طريق ينقل ظاهر الفوارس وانشاء نفقين لعبور السيارات على طريق عبري ينقل الاتفاقية الرابعة أسندت لازدواجية طريق طاقة مربات بطول 35.5 كيلو متر وبقيمة أكثر من 40 مليون ريال عماني كما أسند طريق العبيلة الفياض بطول 42 كيلو مترا وبتكلفة أكثر من 30 مليون ريال عمانية وأسندت أعمال الطريق من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال إلى دوار بلاد صور بقيمة قاربت العشرة ملايين ريال كما أسندت أعمال المرحلة الثانية بطريق ظنك لخبيب بطول 8 كيلو مترات وبقيمة أكثر من 7 ملايين و500 ألف ريال وأسند طريق قتبيت نيابة مرسود بطول 35 كيلو متر وبأكثر من 3 ملايين ريال وطريق بلاد سيت بمركز ولاية بهلا بطول 14 كيلو متر وبتكلفة أكثر من مليوني ريال مشروع طريق سمد الشان ودي عندان بولاية المضيبي بطول 13 كيلو متر وبتكلفة أكثر من مليوني ريال عماني بالإضافة إلى إسناد أعمال إنشاء مجموعة من الطرق الداخلية في الأفلاج بولاية المضيبي بقيمة قاربة المليوني ريال عماني وفي الظاهرة أسندت طرق بإمقنيات ومسكن بولاية عبري بأكثر من مليوني ريال عماني وفي جنوب الشرقية أسندت أعمال الإصلاح بالقرب من بلدة السويح على طريق أصيل رأس الحد وفي شمال الباطنة أسندت أعمال إنشاء جسر على دوار صلان بولاية صحار بمبلغ يقارب ثمانية ملايين ريال عماني وفي نيابة الجبل الأخضر أسندت مشاريع طرق سيح قطنة وطريق مصيرة الرواجح وطريق مصيرة الجواميد وطريق مصيرة الشريقيين وتبلغ إجمالي تكلفتها أكثر من عشرة ملايين ريال عماني كما أسند طريق سوق بولاية قريات بمليون وسبعمائة ألف ريال وشق طريق الطهائم بولاية جعلان بني بو حسن بأكثر من أربعمائة ألف ريال عماني ومشروع إنشاء عبارات صندوقية على وادي التنعم بولاية عبري كما أسندت أعمال الخدمات الاستشارية على مجموعة من الطرق وهي الإشراف على مشروع ازدواجية طريق بدبتصور المرحلة الثانية الجزء الأول والتصميم والإشراف على مشروع ازدواجية طريق ريسوت المغسيل والإشراف على مشروع ازدواجية طريق عبري ينقل المرحلة الثانية والإشراف على مشروع ازدواجية طريق من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال وحتى دوار بلاد صور مشاريع الطرق المعتمدة لن تتوقف وإنما سيتم إعادة ترتيب الأولويات إذا ما استدعت الضرورة هذا ما أعلنه معالي الدكتور أحمد بن محمد لفطيسي وزير النقل والاتصالات الذي أشار إلى أن هناك التزاما بإنجاز المشاريع في وقتها رغم وجود بعض التحديات والعقبات إذا كان هناك ضغط في الموازنة ممكن نعيد الأولويات في المشاريع المهمة لكن أبداً ما ممكن التوقف في مشاريع الطرق ستكون مستمرة ولكن سيكون هناك يمكن إذا طررنا تكون إعادة أولويات باهتمام بالمشاريع ذات الأولوية الكبرى يجب أن يهتم المقاول بمشاريعنا يجب أن يضخ في العمالة الكافية والإدارة القوية لتنفيذه كل هذه العوامل وإحنا إذا لاحظنا المقاولين عندهم ضعف في هذا الجانب نتخذ إجراءتنا المعتادة في هذا القبيل من جهتي قال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل إن أهم المشاريع التي ستنفذها السلطنة هذا العام ازدواجية طريق أدم ثمريت في جزئيه الأول والثاني الطريق المزدويك الذي هو من أدم إلى ثمريت جزئيه الأول والثاني بطول حوالي 240 كيلومتر وهناك أيضا طرق أخرى تخدم المواطن بشكل مباشر على مختلف محافظات السلطنة وهناك توزيع لهذه المشاريع على مختلف المحافظات والمناطق بالسلطنة يتم اختيار الشركات دائما الأفضل يعني يتقدم مثلا لبعض المشاريع ويتم تحليل هذه المناقصات ويتم اختيار أفضل الشركات للتنافس على هذا المشروع ومن ثم يتم اختيار المقاول المقاولين موجودين وهناك أيضا مقاولين يتم بالتعاون مع مقاولين أيضا دوليين خاصة المشاريع التي هي مشاريع كبيرة عندنا في السلطنة أعلن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالح اليوم أن بلاده والولايات المتحدة اتفقت أو أنفقت نسبة كبيرة أو اتفقت على نسبة كبيرة من المسائل العالقة في الملف النووي الإيراني وأقال صالحي في تصريحات نقلها موقع التلفزيون الرسمي الإيراني على أنه تم التوصل إلى 90% من المسائل التقنية في المفاوضات الثنائية بخصوص برنامج طهران النووي مضيفا أنه تم التوصل إلى اتفاقات متبادلة بخصوص بعظم القضايا إلا أن الخلافات الوحيدة الآن هي حول قضية رئيسية واحدة لم يحددها مشيرا إلى أنه سيتم حلها في المحادثات الجارية حاليا بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف ونظيره الأمريكي جون كيري في مدينة لوزان السويسرية وفي السياق ذاته أكد مسؤول أمريكي كبير أن إيران والقوى الكبرى حققت تقدما في تحديد خيارات فنية قد تشكل أساس اتفاق نووي طويل الأجل لكن لا تزال هناك قضايا صعبة يجب تناولها وأشر المسؤول إلى أن أي اتفاق إطار يمكن التوصل إليه هذا الأسبوع يجب أن يتضمن تفاصيل مهمة وذلك قبل نهاية الحادي والثلاثين من مارس الجاري أتلى ملايين ناخبين في إسرائيل بأصواتهم اليوم في الانتخابات البرلمانية التي يسعى خلالها رئيس الوزراء الحالي من يامين تنياهو إلى الفوز بفترة رابعة وسط منافسة من تيار الوسط المعارض وبدورها حثت القائمة المشتركة عرب الداخل الفلسطيني على التصويت لقائمتها لتحقيق فوز بخمسة عشر مقعدا يمكن من خلالها إرباك الساحة الإسرائيلية في انتخابات الكنيسة الإسرائيلية تتنافس على مقاعدها خمس وعشرون قائمة انتخابية للفوز بمائة وعشرين مقعدا برلمانيا ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراء قرابة ستة ملايين عشرون بالمئة منهم من الجماهير العربية التي توحدت في قائمة مشتركة قد تحصل على خمسة عشر مقعدا في تحدي لإسقاط بعض القوائم الأشد يمينية مثل لبرمن وإلي شاي رغم عدم اتساع الهوى بين القائمتين الرئيسيتين القتل العربية هي خارج إمكانية أن تكون بجيبة أي منهما ولكن القتل الثانية سوف تحسم الأمور وبالتالي من يحصل على أغلبية سوطين أو ثلاثي ليس بالضرورة أن يشكل الحكومي من يشكل الحكومي يجب أن يحصل بالحد الأدنى على 61 سوطان وتعكس الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية العشرين اهتماما من الناخبين الإسرائيليين والعرب في مواجهة هذه المرة في صناديق الانتخابات لما ستفرزه الساحة السياسية الإسرائيلية في المرحلة المقبلة بعد انغلاق أفق التسوية السياسية وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في عهد نتنياهو المنافس الأبرز للمعسكر الصهيوني بزعامة هورتسوغ من اليسار والوسط نتنياهو عشية الانتخابات في مستوطنة جبل أبو غنيم تعحد بالتوسع الاستطاني ورفض قيام دولة فلسطينية والكدس أبدية لإسرائيل وتعحد بضم الأحزاب المتشددة إذا كلف بحكومة جديدة نحن بهذا نتصدى للمشروع الصهيوني المشروع الصهيوني الذي يختصر بجملة أن إسرائيل دولة يهودية بالنسبة لنا نحن لا نستطيع ونرى تناقض في دولة تعرف نفسها كدولة يهودية وفي نفس الوقت تعرف نفسها كدولة ديمقراطية نحن لا نقبل بأي امتياز لليهود على حساب السكان الأصليين على حساب الفلسطينيين موقف نتنياهو دفع بالفلسطينيين إلى التنديد بتصريحاته حول الدولة والكدس والمستوطنات معتبرين أنه كشف عن وجهه الحقيقي وبأنه فعل كل ما بوسعه لدفن فكرته حل الدولتين هي من صلب سياسات نتنياهو ولا نفاجئ الشارع العربي العالم العربي إذا قلنا أيضا أن لقات نتنياهو هي نفسها لقات هيرتسوغ هيرتسوغ أيضا لا يريد أن ينسحب من كافة المناطق المحتلة واللافت أن الأحزاب الإسرائيلية أفصحت عن مواقفها اتجاه التنكر للحقوق الفلسطينية في موقف قريب من الليكودي وإسرائيل بيتنا نتنياهو لبيرمان بينيت وشركائهم هؤلاء الأكثر يمينية الأكثر معادة لشعبنا الفلسطيني الأكثر معادة لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدوا التزاهم على أشده في انتخابات الكنيسة العشرين التي ستحدد من يتبوى رئاسة الحكومة الإسرائيلية وفرز تحالفات جديدة لتشكيلها والتوقعات أن تحظى القائمة العربية بقوة انتخابية على غير سابقاتها أحمد زكيلاريدي تلفزون سلطنة عمان من أمام مقر الكنيسة الإسرائيلي القدس قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من مئة آخرين في هجوم بغازات سامة على قرى بمحافظة أدلب السورية وأظهرت مشاهد التقطها ناشطون في مستشفى ميداني ومركز طبي بقريتي سرمين وقميناس العشرات من حالات الاختناق وفقدان الوعي لرجال ونساء وأطفال قيل أنها لهجوم شنته طائرات تابعة للجيش السوري على القرية ليلة الاثنين وقال أطباء في المستشفى أن المصابين يعانون من أعراض استنشاق لغاز الكلور السام من جهته قال مصدر بالجيش السوري أن قوات بلاده لا تستخدم هذا النوع من الأسلحة وصفان الهجوم بالتعاية طالب محققون تابعون للأمم المتحدة مجددا مجلس الأمن الدولي بإحالة ما وصفوه بفضائع الحرب الدائرة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وأمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف قال رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو سيرجيو بينيرو إن المحققين مستعدون لتقديم قوائم سرية بأسماء مرتكبي عمليات القتل والتعذيب في سوريا إلى أي سلطات دعاء تعمل على إعداد القضايا لمحاسبتهم يوما ما مضيفا أن هناك خمس قوائم جمعة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة وتستند القوائم إلى مقابلات نجراها المحققون مع مئات الضحايا والشهود يذكر أن مجلس الأمن أخفق في التوصل للاتفاق لحالة جرائم حرب محتملة بسوريا للمحكمة الجنائية الدولية قتل نحو ثلاثين مسلحا من تنظيم داعش في غارة جوية عراقية أثناء محاولتهم التسلل من محافظة الأنبار إلى محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية من جهة أخرى قتل ستة مسلحين منتمين للتنظيم وجرح العشرات إثر قصف مدفعي نفذته وحدات عسكرية على مواقع لداعش في ناحية الكرمة جنوب مدينة الفلوجة التابعة للأنبار وفي مدينة الموصل قصفت مروحيات تابعة للجيش العراقي مواقع للتنظيم ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وتدمير عدد من مركباتهم العسكرية بينما قتل مدنيان وأصيب خمسة آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مركز قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة في ظل الصراع الدامي في ليبيا تعهد قائد القوات الليبية خليفة حفتر بالسيطرة على مدينة بنغازي في غضون شهر ودعا حفتر المجتمع الدولي لدعم قواته للقضاء على الإرهاب وتحرير المدن التي تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة يذكر أن مدينة بنغازي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش منذ يوليو من العام الماضي وتشهد المدينة معارك يومية تخوضها قوات حفتر ضد التنظيم وجماعات المسلحة الأخرى بهدف السيطرة عليها نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل بمشاركة أكثر من ثماني عشرة دارا للنشر افتتاح معرض الكتاب الأول في جامعة ظفار ترجمة نانسي قنقر بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم إطلاق البرنامج الوطني لإعداد رؤساء تنفيذيين بمستوى عالمي مجلس الدولة يرفع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المحال من مجلس الوزراء إلى المقام السامي طهران تقول إن هذا وصلت لتوافق بنسبة 90% مع الولايات المتحدة في محادثاتهم النووية بسويسرا الناخبون الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وسط منافسة قوية من تيار الوسط المعارض على مدى يومين تستضيف السلطان اجتماع دورة العادية 79 للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربية لدول الخليج الاجتماع الذي تطرق لمناقشة العديد من المواضيع الثقافية والتربوية عقد في نيابة الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية نيابة الجبل الأخضر حيث الأجواء البديعة والسكون يلف المكان كان اجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لمناقشة جملة من المواضيع التي تعنا بصياغة أطر العمل المشترك هذا المكتب التربية العربي لدول الخليج هو يقوم بالإسهام فقط مع وزارات التربية والتعليم في محاولاتها أو في جهودها لتطوير التعليم في دولنا والحمد لله حققت وزارات التربية والتعليم في دولنا الكثير من الإنجازات في مجال تطوير التعليم استضافة السلطنة لهذا الاجتماع والحرص على عقده في ولاية نزواجاء متزامنا هذا العام والولاية تعيش عاصمة لثقافة الإسلامية تم اختيار السلطنة وبذات نيابة القبل الأخضر هذا العام تزامنا مع احتفال السلطنة بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية وإيضا فرص لنا في السلطنة لإطلاق واننا في دول الخليج على المقاومات الثقافية والحضارية والطبيعية والسياحية لمحافظة الداخلية بشكل عام والنيابة القبل الأخضر وولاية نزوة بشكل خاص هذا الاجتماع كان له رؤى مختلفة فيما يتعلق بموضع تربوية تم مناقشتها في التعاون بين دول الخليج في مجال التربية المجتمعون حرصوا على استعراض سير العمل في برامج المكتب بالإضافة إلى مناقشة دليل المعادلات للشهادات دون الجامعية للدول العضاء وطلب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لإعداد إطار عام لتعزيز نشر ثقافة العمل التطوعي في مناهج التعليم وما يمكن أن تقوم به وزارات التربية والتعليم في دول المجلس اتجاه مكافحة التبغى نحن وضعنا إطار عمل هو دائما يأتي في إطار استراتيجية لدول مكتب التربية لدول الخليج وأعتقد أن بدأنا بجميع الدول في الأطر التنفيذية والتطبيقية الاستراتيجية وحققنا بعض التقدم في هذا الجانب لا شك لدينا التحديات كبيرة والأمانة عظيمة ولكن دائما نثقتنا بدولنا الخليجية العربية أن دائما تكون السبقة في هذا المجلس عقد اجتماع المكتب التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج والذي استضافته السلطنة في نيابة الجبل الأخضر مكن المشاركون بالاجتماع من التعرف على المقومات الثقافية والحضارية التي تزخر بها محافظة الداخلية وما تتمتع به من مفردات سياحية سعيد بن ذيب الهنائي محافظة الداخلية نيابة الجبل الأخضر مراحل إعداد برنامج التراث الثقافي العماني والخطوات القادمة من أجل إعداد وثيقة برنامج بحوث التراث الثقافي العماني كانت محور الاجتماع الأول للجنة التوجهية لبرنامج بحوث التراث العماني ونقشت اللجنة ضرورة الاهتمام بالتراث كأولوية وطنية باعتباره أساسا لهوية المجتمع العماني ومنبعا للمعرفة والثقافة المحلية ومصطرا من مصادر الدخل القومي كما تم تطرق إلى ضرورة حصر الأعمال القائمة والمستقبلية للجهة المعنية فيما يخص التراث الثقافي ترأس الاجتماع مع الدكتور عبدالله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة وتلفزيون رئيس اللجنة تعزيز نمط الحياة الصحية والاجتماعية للمرأة العنوان الأبرز لمؤتمر صحة المرأة الذي يأتي بتنظيم من قسم التغذية بمستشفى النهضة المؤتمر سيوصي برفع الوعي الصحي لدى العاملين في مجال التغذية في مختلف المؤسسات الصحية بمحافظات السلطنة المشاكل الصحية والاجتماعية التي تعنى بالمرأة وصحتها والتطورات المستقدة والمتقدمة في مجال التغذية وعلاقتها بالمراحل التي تمر بها المرأة خلال حياتها وأمراض هجاشة العظام ونقص الفيتامين وصرطان الثدي أهم ما يناقشه مؤتمر صحة المرأة نحن نتناول عدة مواضيع أبرزها هي هجاشة العظام الصحة النفسية والعقلية للمرأة صرطان الثدي صحة وسلامة البشرة التركيز على تعزيز صحة المرأة من مختلف الجوانب التي تهمها خصوصا فيما يتعلق بتناولها طعام صحي مزيج من العناصر الغذائية المهمة التي تحتاجها وتبادل الخبرات مع الخبراء الحاضرين من مختلف البلدان أبرز ما يسعى إليه المؤتمر صحة المرأة هي أساس المجتمع مثل ما هو كل عارف المرأة إذا كانت مهتمة في صحتها النفسية التغذوية الجسدية الفكرية أوتوماتيكيا يعني دائرة رح يأثر على الأسرة وحتى على الزوج والأخوان فصحة المرأة هي أساس التثقيف والتتعوى التوعية مئتان مشارك بينهما طباء مختصونة وأخصائيون في مجال التغذية والتثقيف الصحي وممرضات يعملن في ذات المجال هم حضور هذا المؤتمر وينصب كل هذا الاهتمام بصحة المرأة باعتبارها الأساس الرئيسي لصحة العائلة والأسرة بكاملها عبدالله بن خلفان الرمضاني مسقا كما نظمت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لتخطيط والدراسات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حلقة عمل حول ترجمة المعارف الصحية إلى سياسات وممارسات الحلقة تهدف إلى دعم متخذي القرارات والمخططين لبناء القرارات المعتمدة على الأدلة والبراهين العلمية إضافة إلى معرفة إمكانيات المشاركين والمؤسسات التي ينتمون إليها في تحسين استعمال الأدلة البحثية لبناء سياسات النظام الصحي في السلطنة بهدف تعزيز وتحسين ثقافة المجتمع الجامعي في الجانب الصحي وقيمت فعاليات الأسبوع التمريضي السابع بتنظيم كلية التمريض بجامعة السلطان قابوس الفعاليات التي حملت شعار انطلاقة تحول ركزت على توعية وادة قيف الطلبة حول أهم المشاكل الصحية المنتشرة في الوقت الحاضر باستخدام طرق إبداعية في إيصال المعلومة التي تجمع بين الجانب النظري والعملي غرس توعوي صحي تثقفي سيجب أرجاء جامعة السلطان قابوس حاملا رسالة تحسين وتعزيز ثقافة المجتمع الجامعي ضمن فعاليات الأسبوع التمريضي السابع والذي يحمل شعار انطلاقة تحول التوعية الصحية في المجتمع العماني هذا شيء مهم جدا سواء كان من كلية التمريض أو كلية الطب خاصة الأمور كثيرة التي يتحدث عنها الطلاب هنا حسيت أن فعلا هم فاهمين بما هو يدرس في مساخاتهم الدراسية وأيضا في تطبيقهم في المجتمع العماني ثمان محطات تمسج بين الجانب النظري والتطبيقي تحت سقف هذا المعرض مجتملا على المنصقات الإعلانية والمجسمات التي تغرس أهمية الغذاء الصحي من أجل تحصيل دراسي جيد معرض انطلاق التحول غير عاداتك تتغير حياتك معرض طلابي هادف نهدف من خلاله للتعريف بالعادات الشائعة لدى طلبة القامعة طبعا فكرة المعرض قائت من أننا لاحظنا في المجتمع العماني ككل بعض العادات أو السلوكيات أو حتى المعتقدات الصحية الشائعة فنحاول من خلال هذه المعرض نعرف الطالب القامعي بما هي هذه العادات مدى صحتها تأثيرها السلبي وأكيد وضع بدائل ممكنة لها من أقل ضمان حياة صحية مثالية من خلال المعرض الطلاب يحققوا ما يتعلمون خلال المنهج في خدمة المجتمع وتطوير الوضع السحي للأفراد في عماني حملة ما صحيح وغذاءك حياتك والجلسات النقاشية حول بعض العادات الصحية والغذائية جانب آخر من جوانب نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع الطلابي والأكاديمي بشكل عام وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزمين السامي النشر الاقتصادية برعاية شكراً داود مساء النور مشاهدين أهلاً بكم وتتابعوا بسبب تراجع إيصاف إرادات النفط والتحويل للصناديق الاحتياطية إرادات السلطانة تتراجع بنحو 21% سجلت المالية العامة للدولة بنهاية شهر يناير الماضي فإيضاً يقدر بـ 194 مليون ومئة ألف ريال عماني متراجعاً بنحو 27.1% عن نفس الفترة من العام الماضي كما كشفت الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تراجع جملة الإرادات الحكومية بنسبة 21% وذلك بسبب تراجع صاف إرادات النفط والتحويل للصناديق الاحتياطية كما تراجع إجمال الإنفاق العام بنحو 20% في المقابل شهد قطاع الوزارات المدنية الارتفاع الوحيد بنسبة 5.6% ناقش أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسندم إنشاء شركة أهلية تحت مسمى شركة مسندم العالمية للاستثمار برأس مال يقدر بـ 20 مليون ريال عماني كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع التنموية والخدمية والتي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمحافظة مقومات سياحية واقتصادية في محافظة مسندم تجعل من المرحلة القادمة مرحلة حراك لإقامة مشاريع في مجالات عدة الأمر الذي شجع على التفكير في إقامة شركة أهلية يستفيد منها التجار والمواطنون ولذلك تمت مناقشة مسودة النظام الأساسي ولائحة الشركة الأهلية قيد التأسيس والمزمع إنشاؤها باسم شركة مسندم العالمية للاستثمار حاليا توقف ليقامة هذه الشركة برأس مال مصدر 20 مليون ريال عماني وتكون لها عدة نشاطات حتى الآن حددت بـ 16 نشاط وإن شاء الله ستعزز النمو الاقتصادي في المحافظة وتعزز أيضا كذلك مسألة دخل الفرد في محافظة مسندم نعمل إن شاء الله أن هذه الشركة تقدر المشاريع الكافية أن تشتغل في نطاق المحافظة حقيقة أول مشروع ممكن تشتغل في هذه الشركة هو محطات توزيع غازل الطبخ الاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس البلدي مع رئيس مجلس إدارة وأعضاء فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بفريق العمل الحكومي المنبثق عن اللجنة الوزارية المكلفة بتأسيس شركات أهلية ناقش بعض البنود المتعلقة بإنشاء الشركة ورأس مالها وما سوف يتم طرحه للاكتتاب من أبناء المحافظة شركة مثل هذه عملاقة في المحافظة تساعد هي دعم لوجستي للشركات الصغيرة في المحافظة هذه يعني بتنمي القطاعات اللي فيها ممكن تشتغل في مجال أوسع تأخذ مشاريع في الباطن من شركة هذه تعطيه مشاريع فبالتالي توقع بتكون نقلة نوعية للمؤسسات الموجودة في المحافظة هنا بتكون دعم قوي لها إن شاء الله الجدير بالذكر أن رأس المال المصدر والذي سوف يتم الاكتتاب به وفق المقترح الحالي نحو خمسة ملايين ريال بينما يبلغ رأس المال المرخص حوالي عشرين مليون ريال عماني ربما أن هذا الاجتماع اقتصر على أعضاء بعينهم لكن الاجتماعات القادمة سوف تكون مع المواطنين لمعرفة أيضا ملاحظاتهم حول هذه الشركة المزمع قيامها هنا في محافظة مسندم منصور السعدي ولاية خصب في محافظة مسندم نحن في أوربي نعمل لأجلكم هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية نحن فهورون بتزويدكم وقود الطاقة نحن شركاء في دفع عجلة التنمية أوربيك نحن نصنع وقود الحياة بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر مايو القادم واحدا وخمسين دولارا واربعة وثمانين سنة للبرميل وأفادت برصة دوبيل الطاقة بأن نفط عمان شهدا خفاضا بلغ ستين سنة مقارنة بسعر أمس الذي بلغ اثنين وخمسين دولارا واربعة واربعين سنة تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أبريل المقبل بلغ ستة وخمسين دولارا وواحدا وعشرين سنة مسجلا بذلك ارتفاعا بلغ تسعة دولارات وثمانية وأربعين سنة مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الجاري أكثر من ستمائة شركة صينية تعرض خدماتها ومنتجاتها في معرض سبايت الدولي الذي يستمر لمدة خمسة أيام المعرض يعد من أكبر معارض تجارة التكنولوجيا الحديثة في العالم الذي افتتح بحضور عارضنا من أكثر من سبعين دولة هذا هو أكبر معارض تجارة التكنولوجيا الحديثة في العالم وقد افتتحته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائب رئيس الوزراء الصيني ماكاي الأسبوع الجاري بحضور عارضين من أكثر من سبعين دولة ومعرض سبت الدولي أكبر معرض للكمبيوتر في العالم وضيف الشرف لهذا العام هو الصين وقالت ميركل في كلمة الافتتاح الرئيسي أمام ثلاثة آلاف زائر إن الصين شريك تجاري رائد لبلادها الاقتصاد الألماني يقدر الصين بوصفها الشريك التجاري الأكثر أهمية من خارج أوروبا فضلا عن كونية شريكا يمكن التعاون معه في تطوير التكنولوجيا المعقدة وهذا أحد الأسباب التي دفعتنا لإعلان عام 2015 عام شراكة الابتكارة وحيث أن الصين هي ضيف شرف معرض سبت لهذا العام فإنها ستمثل جزءا مهما في هذه الشراكة أكثر من ستمائة شركة صينية تعرض خدماتها ومنتجاتها في المعرض الذي يستمر لخمسة أيام في هانوفر تحت شعار ديكونومي الذي يعبر عن المنتجات الرقمية ونماذج العمل المبتكرة ومن بين أهم الشركات الصينية المشاركة في المعرض عملاق التجارة الإلكترونية مجموعة علي بابا وشركة هواوي بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف وثلاثمائة شركة وقال نائب رئيس الوزراء الصيني ماكي إن الجميع بحاجة لرؤية أوضح وذهن متفتح لتحقيق التعاون والتنمية وإن الصينيين سيتعاونون مع المجتمع الدولي لتحقيق التوافق بين أطر العمل السياسية والقانونية للتغلب على العوائق التجارية والتكنولوجية وتمهيد البيئة المناسبة للاستثمار والتجارة الخبر الأخير ارتفع اليورو أمام الدولار اليوم الثاني على التوالي مع ترقب المستثمرين بدأ اجتماع البنك المركزي الأمريكي والذي سيختبر توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في منتصف يونيو المقبل وتعرضت الحملة الأوروبية الموحدة لضغوط بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات والذي سيضخ أكثر من تيرليون يورو في منطقة اليورو غير أن اليورو وجد بعض الدعم بعد صدور بيانات غير متوقعة عن الصناعات التحويلية والناتج الصناعي والإسكان في الولايات المتحدة دفعت عوائد السندات الأمريكية لأن الخفاضي وأكبحت تقدم الدولار مشاهدين نهاية الأخبار الاقتصادية عود الآن إلى لجينة وداوت ما تبقى من هذه النشرة النشرة الاقتصادية برعاية أوروبية نحن نصنع وقود الحياة شكرا سامي وأهلا بكم مشاهدينا مجددا حيث افتتح في جامعة ظفار معرض الكتاب الأول بمشاركة أكثر من ثمان عشرة دارا للنشر في مختلف المجالات ويسعى المعرض في دورته الأولى إلى نشر ثقافة القراءة بعد انتشار الكتب الإلكترونية حفاظا على القراءة الورقية ولأنها منبع الثقافة الذي لا ينضب واهتماما بالأدب والمطالعة ولما تحمله من أهمية وقيمة في التنمية الفكرية للعقول افتتح معرض جامعة ظفار الأول للكتاب ليبدأ بفتح أبوابه لاستقبال عشاقل بالشجر التي خطت على جلدها روائع ما كتب يهدف معرض جامعة ظفار للكتاب في دورته الأولى إلى خدمة مجتمع الجامعة سواء طلبه أو أعضاه التدريس أو موظفين في توفير مصادر المعلومات المختلفة سواء باللغة الإنجليزية أو بالعربية في مختلف المجالات طبعا بدأ المعرض صباحا هذا اليوم ومستمر لعشرة أيام قادمة إلى 26 من هذا الشهر وأوقات المعرض على فترتين الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وإلى الساعة الثانية ظهرا والفترة المسائية من الساعة الخامسة وإلى الساعة التاسعة مساءا ما عدا الجمعة من الساعة الرابعة وإلى الساعة التاسعة مساءا فبين جنبات وأرويقة هذا المعرض نجد أكثر من ثمانية عشر دور للنشر وقفت صفا واحد لتتلاحم إزداراتها المتنوعة في تظاهرة ثقافية سجلت إعجاب الحاضرين معرض الكتاب يستفيد منه جميع القراء ويتجمع للقاري جميع أنواع الكتب في المعرض الذي جاي من سوريا والذي من عمان والذي من لبنان فالقاري يسهل عليه هذه الكتب يقدر يحصل أكبر عدد من الكتب الذي هو يطلبها القاري العمان يبحث عن الكتب التاريخية الكتب الأدبية يختلف القراء من قاري إلى قاري وخير جليس في الزمان كتابه فرغم اجتياح الشبكة العنكبوتية ما زالت محتويات هذه الكتب تتميز برونقها ومزداقيتها الخاصة نحن كطلبة سعيدين جدا بقامة المعرض وهي المرأة الأولى لقامة المعرض في قامة الضفاء وفي ترقب لقامته سنويا بإذن الله وأيضا كثرت في لون الأخيرة ظهور الإنترنت والأهواتف الذكية في يد جميع الناس سواء كالطالب أو كباحث فكمثل هذه المعرض ستثري الثاقف المثقف والباحث في الوصول المعلومة وهي طبعا تعتبر الأكثر مزداقية وقيمة وما زالت السلطنة تسجل أرقاما إيجابية في القراءة الورقية ورغم أننا أصبحنا في عصر الرقمي إلا أن مثل هذه المعارض تساهم وبشكل فعال في المحافظة على القراءة من جامعة ظفار محمد بن سعدون بيتسايد وبتقرير معرض الكتاب في جامعة ظفار نصل إلى نهاية النشرة وهذا تذكير بهم العناوين بمباركة سامية من جلالة السلطن المعظم إطلاق البرنامج الوطني لإعداد رؤساء تنفيذيين بمستوى عالمي مجلس الدولة يرفع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المحال من مجلس الوزراء إلى المقام السامي طهران تقول إنها توصلت لتوافق بنسبة 90% مع الولايات المتحدة في محادثتهم النووية بسويسرا الناخبون الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وسط منافسة قوية من تيار الوسط المعارض نترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة مشاهدين كرام وأهلا بكم مع حوال الطقس معلومة اليوم عن أنواع التسنامي التسنامي المحلي هو تسنامي ينشأ في موقع قريب من السواحل لا يبعد أكثر عن 100 كيلو متر من السواحل ولا تتعدى تأثيراته الساعة إنما التسنامي البعيد المدى هو التسنامي قادم من منشأ بعيد يتعدى 1000 كيلو متر أو تحتاج أمواجه لبلوغ السواحل ساعة إلى ثلاث ساعات ومباشرة لأجواءنا المحلية وآخر صور الجوية أمطار الخير كانت حاضرة على بعض المحافظات شمالية للبلاد خصوصا المحافظات الجبلية إثر نشاط السحب على المناطق الجبلية في فترة المساء أمطار كانت حاضرة بشكل متفرق ومتفاوت في الغزارة بلغت الغزيرة في بعض المناطق وتدفق مستمر لهذه السحب نحو سواحل بحر عمان مع فرص تبقى محتملة للأمطار على المناطق الشمالية بوجه عام للبلاد خلال قادم الساعات من هذه الليلة تبقى متفاوتة في الغزارة وتبقى أيضا هذه الفرص حاضرة على بعض أجزاء شمال السلطنة في شبل الجزيرة العربية امتداد السحب واضحا هنا من الغرب نحو الشرق هذه السحب معظمها عالية ومتوسطة تتخلى لها بعض السحب الممطرة أحيانا في جنوب السلطنة نلاحظ استمرار تدفق السحب أيضا هذه سحب عالية في مجملها تتخلى لها بعض السحب المتوسطة تطال أجواء جنوب السلطنة محافظتي الوسطى وأيضا محافظة ضفار إلى تفاصيل أجواء للنهار القادم على جنوب السلطنة والساحل الجنوب الشرقي للبلاد لا تزال الرياح جنوبية لجنوبية شرقية نشطت السرعة على المناطق الساحلية وأيضا شمال محافظة ضفار وفي أجواء محافظة وسطى قد تتسبب تطاير العوالق الترابية هنا في المناطق المكشوفة في جنوب السلطنة بحر هذه لمتوسط موج على الساحل الجنوب الشرقي للبلاد ويصل أقصر تفاعا له متر ونصف المتر على شمال السلطنة الرياح تكون شمالية لشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة تصل إلى عشرين عقدة على السواحل الغربي لمحافظة مسندم وبحر هذه لمتوسط موج يصل أقصر تفاعا له مترين كذلك والحال على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة جنوبية شرقية هنا على سواحل محافظة جنوب الشرقية نشطة السرعة أحيانا تصل إلى 15 عقدة بحر هذه إلى متوسط موج يصل أقصر تفاعا له متر ونصف المتر مع رطوبة نسبية تتراوح ما بين 70 إلى 90 بالمئة المناطق الساحلي لمطلة على سواحل بحر عمان مسقط تتشهد بعض السحب غدا بحول الله تعالى بشكل متفرق ودرت الحرارة الأظمى 30 30 كذلك في الرستق مع فرص لتشكل بعض السحب على المناطق الجبلية وتبقى احتمالية لمطار حاضرة بحول الله في فترة المساء أجواء غائمة جزئيا في كل من سحار وخصب وعموم أجواء محافظتي شمال البطنة ومحافظة مسندم مع درجات حرارة تبقى عند الثلاثين 30 العظمى غدا في إبرة مع فرص أيضا لتواجد بعض السحب خصوصا في فترة المساء فرص لمطار محتملة في محافظة الداخلية في فترة المساء وكذلك في المناطق الجبلية أجواء غائمة جزئيا هنا في عبري خصوصا في فترة المساء وأيضا في البريمي مع درجات حرارة تبقى عند أوائل الثلاثينات انتشار متفرق مستمر للسحب على سواحل محافظة فار والمناطق الجبلية وكذلك في شمال المحافظة تدفق السحب العالية والمتوسطة يبقى حاضر من درجات حرارة بين أواخر العشرينات ومطلع الثلاثين في معظم أرجاء المحافظة 33 في حيمة مع تواجد بعض السحب المتفرقة أجواء غائمة جزئيا على سواحل محافظة جنوب الشرقية هنا في مصيرة ودرجة الحرارة العظمى 29 درجة 28 في الأشخرة مع تواجد بعض السحب المتفرقة و31 العظمى غدا في صور كان هذا كل ما لدينا من أخبان الطقس حتى الساعة شكرا لكم وإلى الإنقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر